طبعا مشاهدينا ظاهرة التواصل ما بين الناس والمحافظة على صلة الرحم كان لها خصوصية عند أبائنا وأجدادنا وتختلف يمكن بالكويت وبالخليج نقول عن بقية دول العالم صلة الرحم بالكويت دائما كانت تتبشر بالخير لكثرة التواصل سابقا وكانوا كله يقولون ترتيب الرزق متوقعين لا الحين في صلة؟ هذا الحين السؤال؟ هذا راح يكون أكيد موضوعنا بعد موضوع يعني بعد راح يكون موضوع الإسكان لكن شو متوقعين حين؟ لا احنا ما عندنا توقعات احنا عندنا ضيف راح يجاوب على توقعاتنا وأيضا على كل الأسئلة اللي تدور في بالنا معانا حاليا الدكتور سعد العنزي حياك الله دكتور دكتور طبعا احنا ندري ان الدين الاسلامي حث على صلة الرحم وربطها في العديد يمكن ايضا من العبادات ومن القوانين في الدين الاسلامي لكن هل تشوف ان حاليا او الجيل الحالي مهتم فيها مثل ما كانت بالسابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يعني موضوع صلة الرحم هو جانب ديني وأصيل في الجوانب الدينية وهي ايضا اصيل في الاعدات والتقاليد المجتمعات الاسلامية لا تختص في مجتمع ما هي في الواقع قاعدة عامة اجتماعية قاعدة اجتماعية عامة للمسلمين اتصور بانه صلة الرحم ثابتة منذ نزول القرآن الى يومنا هذا الى ان يرث الله الارض ومن عليه الناس متواصلين لكن يختلف من جيل الى جيل من قرن الى قرن من مرحلة الى مرحلة انا انصف قبل ان اتكلم عن اهميتها بالاسلام من يقول صلة الرحم من يعني لأي امتداد يقصد لشانا ما نقول حق الناس صلة الرحم توقف عند وين لا لا هو صلة الرحم متعددة يعني مثلا نفتدي ما انه هناك اقوال للعلماء في هذه المسألة لكن الراجح والصحيح في هذا الامر نعم هو انه في الابا في الابناء في ابناء الابناء في الاحفاد في الاعمام في ابناء الامام في الخوال في الخالات يعني في بعض الاقوال انها ترجع الى الطبقات الاولى الاب والابناء وابن الابناء والعمومة والعمات والاخوال والخالات حالي ابناءهم يعني ما جعلوا لكن الصحيح الثابت انه الصلة الرحم تشمل الجميع الجميع طبعا الاصدقاء والجيران وما الى ذلك لا لا احن خلنا اخذ في القرابة القريبة القرابة ايه وهم طبعا الابناء والاباء طبعا هناك عندنا الاخوة والاخوات الاعمام والعمات وذلك الخالات والاخوال وكذلك ابناءهم طبعا ابناء الام وابناء ايهم هذه كلها تعتبر صلة الرحم القريبة ثم بعد ذلك تأتي الابعد حتى يعني التواصل الحسن حتى ليس فقط في صلة الرحم القريبة وانما حتى لو كانت حتى الجيران انا اعتبره صلة الجار القريب والجار البعيد ايضا التواصل معهم كذلك اصدقاء الاباء اصدقاء الامات هذا ايضا من باب التواصل ولكن الرحم بحد ذاته هو فيما ذكرت لهم توقف عند الخوال والعمام وابناءهم والامام وابناءهم وكذلك ايضا الامات والاخوان وابناء الاخوان كل هؤلاء في الواقع يدخلون في صلة الرحم طبعا هو الاصل في صلة الرحم هو كما ذكرت في البداية وجانب عقائدي ولذلك في جنة ماذا سألتك منه عساس واحد يعني يعني انا انا دائما انصح الشباب خاصة شبابنا في هذا الزمن يا جماعة تراهين مسألة اجتماعية فقط لا مسألة دينية ما بينك وبين الله تبارك وتعالى ممكن انت تدخل فيها الجنة على طول كما جاء في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد الصحابة قال رسول الله دلني اخبرني على عمل يدخلني الجنة فقالوا ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وان تأتي الزكاة وان تصل الرحم شوف يعني من اراد الجنة قال يا رسول الله انا اريد ان ادخل الجنة عطني اي عمل يدخل الجنة فاخبر من هذه الامور القواعد الاساسية في الدين ذكر منها ايضا صلة الرحم اذا هو طريق الى الجنة كذلك ايضا يعني صلة الرحم لما نقول حك شبابنا وابنان وخاصة الان مع كثرة الانشغالات واتساع حقيقة وسائل الاتصال والولد اربع جنسة ماسك تليفونه تنادي امه ينادي ابو مطنش العالم تلقى دائما في عمله ما يرد البيت الا نادرة نجد في الواقع هناك من خلال الضوضاء في عصرنا الحاضر نجد ان هناك خفت مسألة التواصل بين الارحام لكن نريد وايضا ما نقول ان وسائل الاتصال هي قطعة لا ممكن ما تكون قطعة بالعجس ممكن تكون وسائل مساعدة ايضا للتواصل من خلال التواصل عبر وسائل الاتصال يعني من خلال واتساب انا اتصل في اقاربي من خلال الوسائل الاخرى البرامج الثاني انا اتصل تليفون موجود انا اتصل يعني ما في عائق ممكن ان انا اقطع التواصل ما بينه ويصل التواصل صحيح الزيارات هي الاولى ولكن اذا ما تمكنت بسبب انشغالي بسبب امور ما معينة ممكن من خلال التواصل اجهزة التواصل الاجتماعي الان والاجهزة الحديثة ممكن ان نتواصل مباشرة في هذا الجانب طيب دكتور الا امانة بالسابق كان الوضع الاجتماعي بالكويت افضل من الحين كان فيه خلنقول زيارات عائلية كان فيه يمعات عائلية اكبر يعني الحين يمعات العائلية اكثر هين الاب والام والأولاد المزوجين كان هناك يمعات عائلية تصير على نطاق اوسع كان فيه الواحد يشوف وايد عيال الخالة عيال عمه هو مو افضل الظروف تختلف ماذا يحدث؟ الظروف تختلف يعني في السابق نجد البيت واحد يشمل جميع العائلة كان يفكرون كلهم في بيت واحد يعني كان في السابق البيت واحد وبيت العائلة الابناء كلهم موجودين يتزوجون هم موجودين في البيت ابناء امهم اذا التواصل موجود ظرف ذلك الزمن اختلف عن ظرف هذا الزمن هذا الزمن يختلف لانه السكن يعني مو متوفر للجميع واذا موجود للاب يمكن ما عنده مجال انه الان يعني يسكن ابناء معاه بذلك يضطر الابن انه هو يستأجر او الشروط الان حتى احنا رؤانا للواقع الاجتماعي الاسري اختلف عن السابق السابق ايب الولد يتزوج يطلع عن العائلة الان لا اصبح من الضروري اذا اتزوجت اني انا استغل اذا الظرف السابق يختلف ذلك فيما مضى كانت العائلة متماسكة في الاصل طبيعتها هي متماسكة ما عندها يعني يمكن قطيعة الرهم عندهم هذه مصيبة اذا ما زار هذا تعتبر زار امامة او خوالة او زار اقارب هذا تعتبر طامة كبيرة جدا الان لا الوضع اختلف لان وضعنا الحالي اختلف عن الوضع السابق الان الناس اختلف يا اكتكتور يعني قبل يعني الولد اذا ما راح بيمعه ما راح بمناسبة عيد عرس بيت يده مكان لا هذه طامة كبيرة الحين عادي وان فلان راح مع ربعة فالكل يسكت يعني ما ما فيه مشكلة يعني ما قلت لك الظرف اختلف قبل انزفهم ليش حين ما ينزفون شوف احنا وضعنا الظرف اختلف لان انت الان في زمن يعني وسائل الاتصال ما كان موجودة ما كان في السابق عندنا وسائل الاتصال الدراسة الان التفتح في الجانب الفكري والرؤى موجودة في السابق ما عندك انت مثل هذا تسمع كلام الابو مهما كان يعني الان لا ممكن انت تناقش ابوك ممكن انت تحاور تحاور ابوك وانا اعتقد ان هذا شيء ايجابي ان انت تجلس في في عائلة وتحاور وتناقش حتى ولو كان انت على خطأ تناقش وتبين رأيك هذا في السابق يمكن نادر الابو تناقشه مصيبة الان لا الحوار موجود وهذا يعني ظروف الحياة الحالية تستلزم حقيقتها مثل هذا لكن يبقى ان احنا تواصلنا في المجتمعات الخليجية بصفة خاصة والكويت ايضا انا اعتقد بان لا يزال هذا التماسك يبقى في عندنا ظروف مؤينة كسرت هذا الحاجز حاولت انها شوية اسمناك خلل في التواصل ما بين الارحم وخاصة المسألة انا ممكن اعتبرها هي الاولى في قضية الخلل في التواصل الاسري وخاصة في الطبقة الاولى الطلاق امكن تقول لي ليش اقول لك طعم طلاق الله عز وجل احل الطلاق لا يحل الامر الا وفيه مصلحة ولكن احيانا العقول التي لم تكن نيره في يوم ما اذا وقعت في هذا المأزق وهو الطلاق اصبحت لديها مصيبة لذلك يترتب عليها اثار سيئة جدا في اقل هذه المرأة او ذلك الرجل فيسمح الاحقاد تصبح الام تحقد على الاب يبناء الابناء الآن تغذي الابناء في مساوئ الاب او الاكس الاب يغذي الابناء مساوئ الام ويصبح هناك قطيع حتى نجد ان بعض الابناء فهذا في الطبقة الاولى ما اقول الاعمام والاخوال لا لا في الطبقة الاولى الام والاب نجد ان الابناء لا يكلمون اباءهم سنوات طويلة جدا بسبب الطلاق ونجد في الاكس ايضا ان بعض البنات وبعض الابناء ما يكلمون امهم لان امهم تخلت عنهم او ان امهم تزوجت او يبدأ الاب يشتغل على ابناء امكم خلتكم امكم ترك اصبح هناك رغينة داخل هذه الاسرة انا اتصور انه الطلاق ممكن يكون يعني جانب مهم جدا في سلة الرهم في الطلاق انه نقول اذا كان الاب بدون ميزة واقلية متنورة وثقافية ممكن يستطيع ان يعني يتحدى هذا الواقع واقع الانفصال وممكن هو يغذي ابناء في الواقع انه لا هذه امكم تبقى امكم حتى لو اختلفنا حتى احنا تفرقنا يبقى ان هذه ام وهذا اب لها احترامة وحاول دائما الام تقول يا لا ابوكم روح ابوكم زوروا ابوكم ترى هذه هي الجنة وهذا هو النار اذا انتوا قطعته الاب او قطعته الام فانها طريق طريق شيطان طريق يدي النار لذلك يعني هذه الثقافة الدينية الاجتماعية هذا المنظور انا اسمي التنويري الاسري ممكن من خلال ان نستطيع في الواقع ان احنا نزيل هذه الشوائب داخل العلاقات الاسرية خاصة في مسألة الطلاق صحيح صحيح دكتور بالمقابل لما نشوف زيارات العائلية التي اتكلمنا عنها قبل قليل ايضا بما انت ذكرت في نظرك ان السبب الاول الطلاق هذا اللي قد اشوف داخل المجتمع خاصة في الطبقة الاولى الاب والام انا اذكر قصة هذا حصرت لي انا اسف قطعتك احيانا المال والميرات يسبب مشكلة وايضا اختلافات داخل الاسرية بسبب توفت الام او توفى الاب وصبح هناك الميرات موجود وصبح التقاسم يأتي هنا الشيطان شيطان متميزة يبدأ يشحن احد الأخوة زارني المكتب يقول لدكتور انا ادئي على امي كل يوم في صلاة الفجر امه متوفية قال لي ليش قال لي انه ما سجلتني انا بالبيت مع ان انا باني البيت وانا مسوي البيت وانا ادئي عليها كل يوم في صلاة الفجر شوف يديه على والدته على اساس جانب مادي وانا نصاح تهيو وبينت لي انه هذا جرم هذه جريمة في حقك وفي حق جينك وفي حق المجتمعك وفي حق يعني العقلاء ايضا ان احنا ما يمكن ان نسمع نسمح لانفسنا ان نستمع الى مثل هذه الطرهات ان انسان يجو على والدته بالشر وهي في قبلها اذا قد يكون المال قد يكون لك اسباب اخرى اسباب اخرى احنا احنا ايضا اتكلمنا عنها في اكثر من مرة لكن جايز لازم نتطرق لها اليوم التكنولوجيا يعني اول كانت اليمعة لها لذة حتى الاطفال الصغار نشوفهم يلعبون بالحوش او يكونون متيمعين على اللعبة ويضحكون حاليا ما نشوف هذا المنظر كل طفل ياي ومعها الايباد ما لا او يعني اي شيء مثلا كلها من اشيات تكنولوجيا او حتى ياخذ موبايل امه وابوي يقول ابي يلعب بالجيم اللي موجود وهو اساسا هما يايين اليمعة او يمكن نشوفها ايضا بين الكبار هل تشوف علينا هذه يمكن ظاهرة هذه ثقافة كل اسرها يعني كل اسرها ثقافتها في تربية ابناء لكن انا اشوف انه في بعض الاسر يتشمعون مثلا يوم الجماعة او الخميس يبون اولادهم كلهم هما بعض هذا باب من باب التواصل يعني الخواتيون الخوانيون جماعتهم الاسبوعية اولادهم موجودة لكن انا لا بد ان يكون عندي من الذكاء اني انا استثمر هذا التواجد بداية بالولد الصغير اهيئ لهم الالعاب اهيئ لهم كل وسائل الترفي المشترك المشترك هنا انا ابدأ في الواقع اكون علاقة سلوكية متميزة بين الابناء بين ايال الامة و ايال الخالة و ايال الامة كلهم وبعض هذا راح يستثمر على مر السنين بان هؤلاء الشباب سوف يصبحون مجتمع متماسق جدا و اسر شرفنا الانتهاء و خلال دقيقة بس احنا دايما احنا مقبلين على الشهر الخير رمضان و دايما المضان يستغل في موضوع صلاة الارحمة و حتى بين المختلفين مع بعض في كل الطبقات يعني ام و ابو و الولد و الاخوان مع بعض فدقيقة بش تقول دكتور حق يعني المشاهدين في هذه شوف انا 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 يعني الجانب الديني والتكييف والتعصيل هذا موجود دايش على بي قال الله و قال الرسول البي دا حتى اجتماعية نحنا رمضان نستغل انا دايما اقول اجماعي الجانب السلوكي مهم جدا في تصحيح السلوك احنا الان في خطر مجتمعاتنا كلها في خطر لان الانحراف السلوكي موجود في المجتمعات سواء كان سقط في عيد الجريمة العاثمة سواء كان في الانحراف السلوكي قاعدوا تشوف مجتمعاتنا للاسف الشديد قاعدوا نمر في وضع خطر وحقيقة متعب الان ما هو الحل في هذا الجاهل انا اعتقد ان احنا لابد ان نستعين بانفسنا وبالله تبارك وتعالى ثم بانفسنا حتى نحمي اسرتنا كيف نحمي هذه الاسرة وخاصة للشباب والشابات اننا نجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى يحني في الاسبوع في رمضان مثلا قد تكون هذه رمضان انطلاق لنا في كل باج الاشهر الاخر اني انا اسوي يوم خاطرة يا انت يا الاب اذا كانت تجمع الخوات والاخوان ما عندهم محارم يعني غريبي او كذا نجتمع اسوي لي خاطرة يا الاب او الاخر كبير احاول هذه الخاطرة في رمضان ابت انطلق بها بعد رمضان في الاجتماع الاسبوعي ما اترك هذه الخاطرة فاستمر فيها واستثمرها لله تبارك وتعالى ونصبح من خلال هذه الخاطرة اللي هو درس بسيط يعني اوت نفسي اوت اخواتي اوت اخواني اوت المقربين لدي بان هذا الاجتماع ليس فقط اجتماعي لا او اجتماع ديني اجتماع سلوكي وتصحيح للسلوك ابنائنا قاعدين يسمعونا ويشوفون وراح يتعودون واذا احنا انتقلنا من دار الى دار اصبح هذه العادة موجودة عند ابنائنا فيكذرون هذه العادة نتمنى هذا الموضوع دائما يكون موجود خاصة صلة الرحم الموجودة في الكويت وهي موجودة للامان واحنا نتمنى حريصين تكون دائما موجودة حريصين احنا في رمضان وغير رمضان اكيد ان شاء الله دكتور سعد العنزي شكرا لك حضورك وفي ميزان ان شاء الله اعمالك شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور شكرا لك بعد الفاصل راح يكون معانا القضية الاسكانية والتطور اللي صار فيها مع ضيفنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل